أولا قبل حتى نتكلم عن الأمور التنظيمية وكذا الانتباع على الجنة التنظيم من ناحية التنظيمية للبطولة وكذا الترحيب في الأمين العام للاتحاد الفريقي من إخوة الإعلاميين سواء من الأجانب أو المحليين يجب أن نوقف وقفها من أجل أن نعزي عائلت فقيد الأسرة الإعلامية صحفي حمزة بركاوي اللي تخفى اليوم نطلب الرحمة وإن شاء الله نعزي عائلتو إن الله وإن الله يرجع سيد الأمين العام لإخوة الصحفيين وكذا كل ضيوف الجزائر أقول لكم مرحبا مرحبا هو شعار هذه البطولة أما بالنسبة فيما يخص الأمور التنظيمية أمور التنظيمية نأكد كما أكدناه من قبل أنه الحمد لله كل الأمور مهيئة من أجل احتضان بطولة مميزة وهي شهادة نعتز بها أنه الأمين العام للاتحاد الإفريقي وكل وفود اللي هي هنا حاضرة بالجزائر سواء الأسرة الإعلامية أو كل اللي جان الأخرى كلهم كانوا شاهدوا بأن الجزائر جاهزة من أجل احتضان بطولة شان يعني في مستوى عالي وإن شاء الله تكون أكثر من تطلوعتهم نتكلموا يعني من ناحية تنظيمية اليوم نحن في المرحلة الأخيرة على بعد 34 ساعة فقط من انطلاق حفل افتتاح إن شاء الله حفل افتتاح مع أنه المدة التعوى ديقة إن شاء الله رح يمثل الجزائر حسن تمتيل ورح يكون في المستوى يعني هو يعرف حضور نجوم عالمية منهم أسماء جزائرية وكذا إفريقية لنتمنى التوفيق للجميع في كل في المهام تعه أما بالنسبة للمباراة الافتتاحية كم يعلم الجميع فيها طريقة اقتناء التذاكر هي عبر منصة وكذا وليست منصة فقط سيباين تلاتفورم سينسوليسيون بيتري ننك هو حل يعني شامل من أجل من أجل تغطى تسهيل أمور اقتناء تسهيل أمور اقتناء التذاكر للمواطنين للجزائريين أو للأجانب عبر منصة ولأول مرة يعني شركة وطنية هي اللي تقوم يعني توفير هاد المنصة حمد لله بالنسبة للمباراة الأولى مباراة الافتتاح وكذاحف الافتتاح كل التذاكر بيعت يعني الملعب رح يكون مكتد عن آخره وهذا يشي فرح ونطلب من الجمهور أنه يكون نفس الشي في كل مباراة الأخرى كان أكد الأمين العام لاتحاد الافريقي بعد زيارته لمختلف الولايات يوم أمس أنه كل الملعب جاهزة وهذه شهادة نعتز بها وقال بأنها من يعني بمواصفات عالمية تستطيع احتضان أي تداورة ولذلك إن شاء الله الجزائر تتطلع مع الاتحاد الافريقي لتحتضن تداورات أكبر من هذه في القريب العاجل إن شاء الله كما قال أيضا الأمين العاماً وهذه المنشآت هي ترجع بالفائدة صار صحيح على كل الولايات يعني بشكل خاص ولكن حتى هي تحت خدمة الاتحاد الافريقي يعني منشآت هذه فخر للجزائر صحيح ولكنها فخر أيضاً لكل القرى الافريقية منتمنى تكون مثل هذه المنشآت على المستوى كل البلدان الافريقية من أجل رفع يعني مستوى التنظيم على المستوى الافريقي كان سبق وذكر أيضاً الأمين العام أنه في أول مرة سيكون فيه تغطية كاملة لجل المباريات فيما يخص الفار حتى نقلل من الأخطاء التحكيمية إن شاء الله للجانب التحكيمي رح تكون من أحسن دورات للنظماء الاتحاد الفريقي حتى بالنسبة للتغطية الإعلامية يعني العديد من الصحافة سواء أجنبية أو جزائرية كانوا طلبوا الاعتماد والكل الحمد لله كانت موافقة على أغلبية الطالبات يعني حسب الأماكن اللي بستطعتنا توفيرها من أجل تغطية هذا الحادث أيضا فيه يعني نذكر أيضا للجمهور ناكين أيضا نتكلم أيضا على القنوات العديد من القنوات اللي هي أكثر مستين قنات اللي رح تغطي الحادث هذا هو شيء جد ومفرح يعني يعطت تغطية علامية كبيرة فيه أيضا في أول مرة أيضا بما نصفتا مع التلفزيون الجزائري فيه شركة خاصة وليه شريك الاتحاد الفريقي ميديا برو اللي رح يغطي الحادث هذا رح تكون يعني أكثر من 24 كاميرا حاضرة غدا فيه في الافتتاح على غرار ما تعودنا عليه يعني من 8 إلى 10 أو 12 كاميرا من أجل تغطية أحداث مثل هذه الحمد لله أكثر من 24 كاميرا تكون حاضرة غدا يعني شيء مفرح للجزائر الجزائر رأي فردت في الأمور كثيرة من على ناحية توفير كل ما هو ضروري من أجل نجاح التداورة نرجع يعني قبل ما نحيي الكلمة الزميلي لكس من اللجنة الإعلامية لالتحاد الإفريقي لازم نأكد لجمهورنا الحبيب أنه بدأ بنا يكون حاضر معنا في المدرجات بعدات كبيرة ولهذا كان وفرنا له المنصة من أجل شراء تداكر بصفة سهلة واقتناءها أيضا في يعني عديد من النقاط سحب التداكر وكذا فيه يعني 8 نقاط من أجل قدوم المواطنين عبر الحافلات مباشرة إلى الملعب يعني نذكر منها ملعب خمسة جوليا رح يكون فيه مرأب ملعب خمسة جوليا ممكن للعائلات ركن سيارتها في الورقب وأخذ الحافلة من أجل القدوم إلى الملعب والحافلة رح تتوقف أمام أبواب الملعب يعني ما كانش فيه أي مسافة رح يقطعها إلا مسافة اللي هي داخل الملعب أما بالنسبة للنقطة الثانية هي محطة القطار ببيرتوتا منطقة تانتا هي المرأب المنتزه السابلات أيضا فيه محطة القطار بزيرالدا فيها السابلات يعني فيها منطقتين فيها الباركينج اللي جاي بناء جانب البحر وفيها اللي جاي بجانب محطة الحافلات بخروبا فيها أيضا محطة اللي فيها تراموي وفيها أيضا المترو ببرويسو أيضا رح يكون فيها نقطة من أجل إحضار المناصرين إلى الملعب فيه أيضا المرأب بتاع فيو كوبا فيه أيضا الحراش وأيضا النقطة الأخيرة ندون أمام واد الحراش فيها يعني 8 نقاط ممكن بمحادث واد الحراش يعني فيها منطقة مخصصة لذلك مرأب من أجل حضور المناصرين يعني كل تسيلات موجودة نتمنى أنه الجمهور يجيب إعادات كبيرة ولكن شيء لازم نأكدوا عليه حتى ما نقعش يعني في منع الأمور هذه لأنه التدخين هي بطولة من غير تدخين نطلب من كل المواطنين عدم إحضار سجائر من أجل لأنه هي ممنوعة تدخل من العب أيضا الحقائب هي ممنوعة خاصة رح يكونوا ممنوعين حتى باش يأخذوا الحافلة يعني ما لازمش نجيبوا حقائب لأنه كل شيء موفر في الملعب الصحفيين غير معنيين بذلك طبعا لأنه عندهم وسائل يستعمل ولكن نتكلم بالنسبة للمواطنين الحقائب ممنوعة وكل شيء موفر في الملعب فيها 42 نقطة بيع في الملعب وفيها كل شيء يعني فيها كل أمور موجودة داخل الملعب لا داعي لأي إن كان باش يحضر معاه الوجبة التعب نقل هذا برك يعني لمحة على الجانب التنظيمي وراح نعطو أكثر تفاصيل بعد الاستماع إلى أسئلتكم تفضل أخي لوكس إذا كان في أسئلة أحنا تفضل تفضل